بتتابع طبعا الدول المصري وانت موجود في السعودية يا محمد؟ مش مش دايما لاننا انت عارف الجو هناك حر فبنتمرن الساعة 8 فبقى فيه ما تشتش غيلة فساعات ما بصراحة ما بتفرجش خالسين بصفة عامة شايف المنافسة ازاي في الدول المصري شايفوا الامور اختلفت شايف ان فيه فرق جديدة بدأت تظهر على الساحة في المنافسة؟ ما فيش يمكن انت كل سنة اخر كم سنة اهل زمالك بيرامدز هما اللي دايما في اللي بي نفسه يعني يمكن بيرامدز السنة دي يمكن ماشي بشكل كويس فاعتقد المنافسة تبقى بينه وبين الاهل يعني بيرامدز ممكن يحقق مفاجأة السنة دي ويفوز بالدوري وفي ظل تصدله للمسابقة لفترات طويلة طبعا في ظل غياب الاهل والزماك للمشاركات الافريكية؟ يمكن لسه بدر جدا على الكلام دا يمكن اهل اللي لسه عنده ماشيات كتير موجلة فطول ما بيرامدز بيكسب اكيد بيحط ضغط على قلي فاعتقد ان لسه الدوري طويل لسه اهل عنده ماشيات ولسه يلعب بيرامدز ماشيين خب بالك فلسه بدر على الكلام دا يعني شايف الاهل اداء اختلف مع كولر في الفتر الاخير وخاصة مع الفوز بدوري ابطال افريكيا للموسم دا؟ بس احمد فيه مراحل في الموسم بتيجي بيبقى مطالب منها اللي انت تجمع النقاط على قد ما تقدر اللي انت تكسب مش الموسم كله هتقدم كرة كويسة ولا هتقدم كرة واعشة فيه فترات كده بيبقى مطالب منك بالذات الفترة اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش دي بتبقى مطالب ان انت تكسب اهه انا بنافس على الدوري فانا لأ انا بجمع ابناطي مش فرع معي الاداء خلص انا خدت البطولة افريكيا كده الفترة اللي جادي كلها هام حاجة اكسب ما ليش مشكلة بقى لعب وحشة ده سبب اختلاف اداء الالف افريكيا عن في الدورة يا محمد يعني بنشوف الالف افريكيا وفي دوري الابطال يمكن عدد كبير مباريات كلينشيت عدد كبير مباريات بدون خسارة الامور مختلفة ليه في الدوري؟ مش مختلفة انت في الدوري بتتضغط فالضغطة دي طبيعي هتبقى وحش في ماتش حلو في ماتش ما ده طبيعي لكن انت في افريكيا ببقى في بردو في براح تلعب كله اسبوع فبقى عندك تركز اكتر لكن الدوري بقى فيه ضغطة كده ما بتلحقش بتعمل ماتش كويس وماتش تاني كويس وماتش تاني كويس وطالت كويس فاهم؟